مبادرة جديدة أطلقت في مصر تدعو لإطلاق قمر صناعي للقنوات الإسلامية المبادرة تأتي بحسب من أطلاقها كرد فعل احتجاجي على قرار السلطات الإعلامية المصرية إغلاق عدد من القنوات الدينية على القمر الصناعي المصري نايل سات أنا مطالبتش بأمر إسلام أنا بقول أمر حر الحرية أكثر من يستفيد منها الإسلاميين أكثر المستهدفين بالتضييق والخناق الإسلاميين لذلك أنا قلت يبقى أمر يبقى متاح لكل أصحاب الرأي والفكر والتعبير بعيدا عن طغيان الحكومات العربية المحتوى الديني الذي كان يقدم على القنوات العامة أو من خلال قنوات دينية متخصصة كان يمتلئ بالكثير من المخالفات الصارخة بعض أنماط هذا المحتوى كانت تشجع الفتن بعضه الآخر كان يستهدف تحقيق أرباح على حساب المعايير المهنية والأخلاقية وبالتالي كان يستهلك هذه المساحات من البس وكان يسيء إلى غيره من أنماط المحتوى الجيدة المبادرة تدعو لطرح اكتتاب عام لتوفير التمويل اللازم للقمر الصناعي المستهدف لكن ثمت إجراءات ومعايير أخرى تحكم مسألة إطلاق الأقمار الصناعية بما في ذلك الدولة الرعية لهذا القمر وحق استخدام التكنولوجيا التي يتطلبها هذا الأمر إحنا ما عندناش باور سياسي كافي لكن الأهم يبقى في باور مالي نفوذ مالي أنا أتصور أنه لا الاتفاقات الصناعية لا بد أن تكون في أوروبا أو أمريكا لكن الدولة اللي ممكن ترعى هذا العمل هي قطر القمر الاصطناعي أسهيل التابع لدولة قطر وهو تكلف تقريبا حوالي 300 مليون دولار أنت تتحدث عن رقم مالي ضخم جدا لا أتصور أنك تتابا بشعبيا أو ما شبه يمكن أن يجمع هذا الرقم وأنت تحتاج أيضا لدولة تمتلك صناعة حربية تنتك صواريخ يمكنها أن تحمل هذا القمر إلى مضاره كانت الفترة الأخيرة قد شهدت قرارات بإغلاق عدد من القنامات على نايل سات بدعوى بث فقرة تثير الفتنة الطائفية والترويج لعلاجات غير مرخصة من وزارات الصحة آخر التطورات في هذا الملف هو تغيير اسم قناة الرحمة إلى قناة الروضة لتعود للبث من جديد على القمر الصناعي نور سات من ناحية أخرى أعلنت قناة الناس تخليها عن ثوبها الديني وتبنيها خريطة برامج جديدة متنوعة في حين أعادت قناة الحكمة بثها عبر القمر أتلنتك وفي استوديو اليوم على الحرة بينضم إلينا الدكتور محمود عالم الدين وكيل كلية الإعلام بجماعة القاهرة أهلا بيك دكتور محمود أهلا بيك دكتور محمود واضح كده أن فيه اتجاهين اتجاه بيؤيد تأييد كامل وقف بث هذه القنوات واتجاه رفض كامل لوقف هذه القنوات مش شاف أن ده بيؤشر أن ما فيش معيار أو قاعدة بيرتكن إليها الجميع في تقييم الأداء الإعلامي طبعا هو يعني ما فيش شك أولا يعني أنه أغلاق قناة أو أغلاق صحيفة أمر محسن لا شك لكن لماذا تغلق قناة لماذا أغلقت القنوات الدينية يمكن أن أستاذ ياسر أشار في التقرير لأنه جزء من هذا يعود إلى أنه التغطية التي قامت بها لبعض الأشياء المعالجات غير المسؤولة أحيانا إبداء آراء في قضايا محسومة مصر سشعارا منها بأن هذا المحتوى يعني قد لا يكون مفيدا في أمور تتصل بالوحدة الوطنية تتصل بسيادة الدولة تتصل بتماسك الجمهة الداخلية اتخذ هذا القرار مصر ارتكنت في القرار ده لأنه في معيار إعلامي بيحكم المحتوى الإعلامي ولا ده شيء بتتبنسه لو ارتكنت المعيار الإعلامي هو مفترض أنه المعايير عمل أي وسيلة إعلامية الصدق الموضوعية الدقة الإنصاف والإسناد بمعنى السورس كريدابيليتي يعني لابد أن المصدر اللي بعتمد عليه يكون مصدر ذو ثقة معروف له باع في تخصصه احنا شفنا هذه القنوات أحيانا بتعطي المجال لأفراد لكيفته في أمور قد لا يكونوا هم الخبراء زو الباع فيها في معيار إعلامي يا دكتور للتقييم أداء الإعلامي عموما يشوف في معيار مهني لكن في نفس الوقت لا نستطيع أن نتغافل أن هناك تأثير سياسي لوسائل الإعلام وهذا التأثير بيرتبط بخصوصية كل دولة بمعنى يمكن كنا بنتكلم قبل التسجيل يعني من أطلق الإعلام الجديد الولايات المتحدة الأمريكية ومع ذلك عندما جاء ويكيليكس موقع ويكيليكس وصر ب91 ألف وصيقة تتعلق بحرب أفغانستان لم تبدي الإدارة الأمريكية أي نوع من الاستحسان لهذا الصبق الصحفي بل استهجاناته استهجانة شديدة يعني حريك بتقولي أن وسائل الإعلام بتؤثر على القرار السياسي طيب هناك في مصر ربط أو خلط حسب ما حريك تسميه بين إغلاق هذه القنوات وبين قرب انتخابات مجلس الشعب المقبلة حريك هل شخص على هذا الرد؟ لا أعتقد أن في علاقة بين إغلاق هذه القنوات وانتخابات مجلس الشعب القادمة لسبب لأنه هذه تتحدث في مجالات وتلك تتحدث في مجالات لكن أعتقد أن إغلاق هذه القنوات جاء استشعارا من متخذ القرار بحتمية إصلاح المصار اللي بتزيل فيه بعض القنوات وبنلاحظ أن القارات لم تطلق القنوات الدنيا فقط ولكن طالت بعض القنوات العامة وطالت بعض القنوات اللي بتقدم سحر ودجلة وشعوازة وطالت بعض القنوات اللي بتقدم مواد يعني غير لائقة أخلاقيا يعني إذن المسألة ليست المحتوى الديني ليس هو المستهدف المستهدف كان أي محتوى من الناحية المهنية ومن الناحية الأخلاقية المهنية والقيم المجتمعية غير مناسب بدليل أقول له حضرتك لماذا هذه القنوات لم تجد لها فرصة على عرب سات لماذا تبحث عن قمر جديد إذا كانت هذه القنوات مناسبة ولا تقدم شيء فيه ما يدعو للوقف لماذا لم تذهب إلى العرب سات طب أرد على هذا السؤال بسؤال أخرى دكتور إذا كان من الأسباب التي دعت لإغلاق هذه القنوات إن عدد منها بيقدم استشارات صحية وصفات طبية غير مرخص بها من نزارة الصحة والبعض الآخر بيطلق الفتاوى بدون حسيب أو رخيب بحسب الأسباب التي سيقت في علاقة هذه القنوات طب لماذا تأخر القرار؟ قرار الإغلاق تأخر القرار ربما أنا هنا لأحلل ولم أأتي لأدافع عن قرار التخص تأخر القرار لأنه في القاعدة دائما أنت مع الإتاحة ومع حرية الإعلام لكن عندما تزيد سلبية الممارسات أو تخرج الممارسات عن الطور المتعرف عليه أو الطور المطلوب منها لابد أن تتدخل هنا يجب التدخل وأعتقد هناك سابقة يعني الكونجرس الذي قال أنه لم يصدر أشكرك يا دكتور شكرا جزيلا انتهى الوقت المخصص شكرا جزيلا لما شاركتك معنا في برنامج اليوم مع الحرة شكرا جزيلا لست م حاشد